تعد مدينة العالمين الجديدة واحدة من المشروعة القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة ضمن خطة لتطوير وتنمية السحل الشمالي الغربي لمصر وتنعكس إيجابيا على وضع المنطقة المحيطة على خريطة السياحة والتجارة العالمية تختيار موقع العالمين الجديدة للاستفادة من الموقع المتميز على سحل البحر المتوسط تحقيقا للتنمية المتكاملة وتوفير أساسا اقتصادي متنوع ومركز حضري إقليمي يعيد المنطقة لبعدها التاريخي والثقافي والسياحي على مر العصور مدينة العالمين الجديدة واحدة من المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة ضمن خطة تطوير وتنمية السحل الشمالي الغربي لمصر وتنعكس إيجابيا على وضع المنطقة المحيطة على خارطة السياحة والتجارة العالمية في 2024 بعد سبع سنين من البداية إحنا بنتكلم في مدينة اكتملت المرحلة الأولى فيها بنسلم الوحدات اللي بنسلمها للسكان فيها مدينة المفروض أن هي متكاملة سياحية خدمية مدينة بتشتغل طول السنة فيها جامعات وفيها منشآت تعليمية وإدارية بحيث أن هي مش بس أن هي تكون مدينة موسمية لا هي مدينة بتشتغل على مدار العام طبعاً إحنا عندنا المنطقة الشاطئية بتحتوي على عدة مشروعات منها الخدمي ومنها السكني باختلاف المستويات بتاعته زي الأبراج الشاطئية ودي أبراج بتراوح الارتفاع بتاعها من 39 ل 42 دور عندنا مشروع الحي اللاتيني ومشروع حي مزارين دول موجودين في المنطقة الشاطئية هما كمان طبعاً بخلاف ممشى الكورنيش الممشى الشاطئي الممشى الشاطئي ده وده يعني ممشى مفتوح بطول بيزيد عن 6 كيلو المرحلة الأولى لوجهة الشاطئية العالمين الجديدة بتزيد طولها عن 14 كيلو توفر المدينة مزيداً من فرص العمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة حيث تعد أول مدينة مليونية في ساحل الشمالي وإحدى مدن الجيل الرابع كما تتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي تقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر على مدار السبع سنين اللي فاتوا دولت وفرت فرص عمل مباشرة في المدينة تتجاوز المئة ألف فرصة عمل في قطاع الإنشاءات اللي كان شغال موجود في الفترة دي النسب دي كانت بتتفاوت مع حجم المشاريع في البداية بتاعتها بس إجمالاً إحنا كنا بنتكلم تقريباً على حوالي مئة ألف فرصة عمل مباشرة مجال الإنشاءات أو قطاع الإنشاءات في مصر تقريباً بيشتغل حوالي 72 صناعة بيخدموا عليه لو بنتكلم تقريباً على الفرص الغير مباشرة فهي أضعاف الرقم المباشر ودعم مدينة العالمين الجديدة لوحدها يأتي اختيار موقع العالمين الجديدة للاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط تحقيقاً للتنمية المتكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع ومركز حضري إقليمي يعيد المنطقة لبعدها التاريخي وثقافي والسياحي على مر العصور أحمد الحسين التلفزيون المصري